تأهل الهلال السعودي إلى المباراة النهائية لمونديال الأندية عقب فوزه التاريخي مساء أمس على فلامينغو البرازيلي ثلاثة اثنين في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب طنجة بالمغرب سجل أهداف الهلال سالم الدوساري من ضربتي جزاء في الدقيقتين السادسة والخمسة والاربعين ولوسيانو في الدقيقة السبعين وسجل هدفي فلامينغو ديفيت لويس في الدقيقة العشرين وبيدرو في الدقيقة الحدية والتسعين ليتأهل الهلال لنهاء البطولة وينتظر الفائز اليوم من مباراة الأهلي وريال مدريد الإسبانية لخوض النهائي يوم السبت المقبلة